بسم الله الرحمن الرحيم أحضركم أستاذ زياسر محمد نجيب في هذا الفيديو هنقدم�로 هدراتكم الفيديو الرابعة من سلسلة شرح برنامج Microsoft Word وفي هذا الفيديو هنقدم لحضراتكم كيف يدبط أعدادات البرنامج من أعداد أستاذ زياسر محمد نجيب في الخطوة دي هنشوف ازاي تقدر تعمل أهم الأعدادات لبرنامج Microsoft Word هنبدأ بفتح البرنامج حاليا عشان تفتح البرنامج هتضغط على Start ومن خلال قيمة Start هتنزل في البرامج الموجودة عندك لغاية لما تفتح الورد في الفيديو اللي فات شرحنا بأنك تقدر تعمل Click Main وتعمل Panner الورد عندك فيظهر عندك في المنطقة قضيتك ثابت على منطقة Start Menu أنا هدغط دلوقتي على برنامج Microsoft Word هنبدأ فانيلا ندخل له إيميل أنا حاليا مدخل له الإيميل الشخصي بتاعي هنا هبدأ إني أدخل له إيميل بديل علشان نشرح أول خطوة إزاي تقدر تدخل إيميل على الأوفيس يفضل دايما بأن الإيميل اللي أنت تستخدمه في الخطوة ديت يكون إيميل تابع لشركة Microsoft علشان تستخدم خدمات الوون درايف بالكامل لو أنت ما عندك ش إيميل Microsoft ننصحك بأنك تعمل إيميل Microsoft يكون موجود تقدر تستخدمه في الأوفيس علشان تستخدم أفضل إمكانيات لو أنت ما عندك شي إيميل Microsoft مش هتحتاج لأنك تدخل إيميل في الخطوة ديت علشان نقدر لندخل إيميل هنضغط على المساحة ديت أنا هنا طبعا مدخل إيميل بتاعي هطلب منه بأنه هدخله إيميل بديل هيبدأ يعمل connection بالserver وبيسألني ايه اسم الايميل اللي انت عايز تضيفه هبدأ في كتابة الايميل الشخصي بتاعي وقلل ناكست هيبدأ يطلب مني الباسورد الخاص بالايميل ده بعد كده هنعمل له sign in هنا بيديلك امكانية لو الايميل اللي انت حطيته ايميل تابعي للمنظمة بيطلب منك بانه هل تسمح للمنظمة بتاعتك بانها تدير الجهاز بتاعك انا مش عايز اسمح للمنظمة بانها تدير الجهاز بتاعي لان الجهاز بتاعي ده خاص بي مملوك بي هقول له yes لو الايميل بتاعك ايميل شخصي مش هيتطلب منك الخطوة دي انا دلوقتي لو تلاحظوا هيبقى موجود عندي دلوقتي الاميلين اللي انا دخلتهم على الجهاز بتاعي ديت اول خطوة في الاعدادات اللي انت يهمك بانك تعملها لو عندك ايميل طبع للشركة اوت ميل طيب انا دلوقتي عايز اعمل الاعدادات التانية هندخل على اوبشنز من خلال قيمة تقدر بانك تكتب الاسم اللي هيبقى موجود في الملفات اللي هتطلع في قيمة انت بتقدر تضبط الاعدادات حفظ الملفات على جهازك في خاصية للبرنامج بقى انه بياخد من اي ملف انت شغال عليه في حالة لو انت نسيت بقى انك تعمل تحب بقى العملية او الاوتو سيف ديت تحب بقى انها تتعامل كل فترة قد ايه الاوتو سيف هتحب بقى انها تتحفظ في المكان في انهي مكان عادة انا ما بحتاجش لحتى دي لان انا بعمل حفظ بشكل طبيعي كل شوي الخطوة اللي يهمك التدخل فيها انك لو انت حابب انك تستخدم امتداد معين تقدر بقى انك تتدخل هنا وتطلب بقى ان الامتداد ده يتحفظ ولكن دايما الافضل بقى انك تسيب الاعدادات ديت على اساسها الافتراضي وما تلعبش فيها من الاعدادات التي تهمني بقى اني ادخل على Advanced من خلال Advanced هتقدر بقى انك تنزل لغاية لما يجي لك الارقام من خلال القايمة ديت هتاخد Context اللي هي السياق وبعد كده هتاخد فيه month of number هتاخد Arabic. الشكل ده هيخليك تقدر تكتب اللغة العربية مع الكتابة العربية وتكتب اللغة الانجليزية مع الكتابة الانجليزية. بالاضافة لاننا بعد كده هتيجي في وتختار الاظهار بالسانتي لو انت عايز تظهر المسترة بتاعتك باي حاجة من الوحدات ديت تقدر بانك تاخد الوحدة اللي انت عايزها. انا دايماً بنصح بيه السنتيمتر علشان هو الوحدة دي قياسة اللي انت عارفها واللي انت متعود عليها. فتقدر انك تتخيل حجم الصفحة اللي انت بتصممه Add A. هفتح على الصفحة جديدة. هيبقى دلوقتي قدامي مساحة العمل. هدخل على قايمة view. بعد كده هتعلم علامة صحة على المسترة. فهتظهر لك هنا المسترة. بكده هتكون انت خلصت الاعدادات الاساسية اللي موجودة عندك اللي انت محتاج انك تعملها مجرد ما تنزل نسخة الوفيس او نسخة الوردة عندك على جهازك. الخطوات ديت للتسجير. عملنا الايميل الشخصي الخاص بينا. في نفس الوقت دخلنا على option. ودخلنا على الجنرال علشان نحط اسمنا. اللي انت هيبقى مكتوب في خلفية الملف اللي انت هتنشأه او كل ملف هيتم انشأه على جهازك. دخلنا على advanced علشان نتحكم فيه اللغة ونتحكم فيه الارقام. لو انت عايز اعداد افتراضي للجهاز بتاعك. يعني مثلا انت تقدر بقى انك من خلال قيمة بقى انك تقدر انك تطلب منه بقى انه يبدأ لك الافتراضي. حاليا لو تلاحظوا الكتابة من الشمال لليمين. لو انت عايز الافتراضي بتاعك بقى انه يبقى من اليمين للشمال. مفيش مشكلة. هيبدأ البرنامج دايما بالاعدادات ديت. مجرد ما تبدأ. يعني هنقفل البرنامج عشان نتأكد من الحاجة دي ايات. وهنعيد فتحه تاني. دلوقتي كده احنا شفنا اهم الخيارات اللي انت محتاج انك تعدلها. واللي بتحصل مرة واحدة بس في بداية استخدامك للاوفيس. بتقدر بقى انك تكتب الايميل. بتقدر بقى انك من خلال الفايل وابشنز. بقى انك تختار اسمك اللي هيظهر فيه خلفية اي ملف. تقدر بقى انك تدخل على وتعمل تعديل للارقام علشان تظهر بالسياق او كونتكست. وتظهر الارقام التانية باللغة العربية. بينتج عنها بانك لما تيجي تكتب. لو انت لاحظت هتبدأ الارقام باللغة الانجليزية. ولو انا عايز اكتب الكتابة باللغة العربية. هتلاقي بان الارقام بتظهر لك بالكتابة العربية. مع كتابتك بتلاقي بان فيه قيمة بتظهر لك بان فيه للغة العربية. لو انت عايز تعملها بتضغط عليها. تبدأ انك تختار اللغة فيها. هل انت بتستخدم نسخة اثنين وتلاتين ولا نسخة اربعة وستين اللي احنا شفناها في التسبيت. ديت انت بتبقى عارفها. انا باستخدم نسخة اربعة وستين فهنزل ملف النسخة الاربعة وستين. بتتبع الخطوات الموجودة علشان يقدر يرزلك البروفينج تولز. البروفينج تولز انت تخليه خطوة شغالة في الخلفية. لغاية لما يخلص بعد كده بتبدأ تقفل البرنامج. بكده نكون خلصنا خطوة الاعدادات الرئيسية اللي انت محتاج انك تعملها مجرد ما تثبت نسخة على جهازك. الاعدادات ديت انت بتعملها مرة واحدة بس بمجرد تثبيت البرنامج. الاعدادات ديت البرنامج بيفتكارها بعد كده لغاية لما انت تغيرها او اه لما اي حد يغيرها. شكرا لحضراتكم ونتمنى لجميع كل التوفيق ونتمنى تشرفونا بالاشتراك في القناة.